اغتيالات جديدة في حضر موت ضحيتها هذه المرة نائب مدير أمن مديرية دوعا وضابط متقاعد في الجيش الإماراتي ينتمي للمديرية نفسها التي تشهد منذ أشهر عملية عسكرية تنفذها قوات النخبة الحضرمية بإسناد من طيران التحالف وتستهدف عناصر إرهابية مفترضة تهمة اغتيال المساعد أول علي صالح باداهية وجهت للعناصر الإرهابية ذاتها المنتمية لتنظيم القاعدة على نحو يضع جهود مكافحة الإرهاب في هذه المديرية أمام اختبار صعب ويفند للدعاءة المعلنة بإنهاء تواجد عناصر التنظيم فيها الرواية أفادت بأن المسلحين نصبوا كمينا للمساعد باداهية على مشارف منطقة قيدون مسقط رأسه وأردوه قتيلة ثم قاموا بعد ذلك بنهب سيارته قبل أن يلذوا بالفرار عملية الاغتيال هذه جاءت بعد ساعات قليلة من عملية اغتيال مماثلة نفذها إرهابيون ومفترضون واستهدفوا من خلالها الضابط المتقاعد في الجيش الإمارات عبدالله عمر بارشيد الذي كان يقضي إجازته في مسقط رأسه بمنطقة لبنة في مديرية دوعا أيضا وأصيب خلال العملية ذاتها المرافق الشخصي للضابط بارشيد الفشل الأمني في دوعا قوبل بنجاح في ودي حضر موت بعد أن أعلن عن أن قوات من المنطقة العسكرية الأولى القاتل قبض على خلية وصفت بأنها خطيرة في إحدى الشقاق المفروشة بمدينة تريم جاء ذلك على لسان قائد المنطقة اللواء الرقن صالح محمد طيمس خلال زيارة ميدانية لاها للوحدات العسكرية والأمنية في المديرية بمناسبة عيد الأبحار المبارك باقيت حضر موت بعيدة عن الحرب التي تعصف بالبلاد لكن المراقبين يرون أن الورقة الإرهابية تستخدم في هذه المحافظة على نحو يتناغم مع اتجاهة الحرب التي تقود البلاد إلى نهايات غامضة